استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كيم جينج بيو رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية وخلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين الصديقين منوها إلى تطلع مجلس النواب لتعزيز التعاون البرلماني بين مصر وكوريا الجنوبية وتبادل الخبرات البرلمانية التشريعية ومواصلة التشاور بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك من جانبه أكد رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية على أن مصر هي الشريك الرئيسي لكوريا في الشرق الأوسط وأفريقيا